اشتركوا في القناة وكوستين وان بي في جهة اليمين اللي هي التكست بوك بسج قطع الكتاب رح نتدرب على هذا النموذج اللي هو رح يعتبر مراجعة لمادة الكورس الأول هذا نموذج لأسئلة نصف السنة لثلاثة يونتات الأولى سؤال الأول اي اللي هو عندي الانسين باسج اللي هو القطعة الخارجية ما رح نجاوب على القطعة الخارجية آخر شي لما نكمل الحل نجاوب القطعة الخارجية رح نجعله سؤال الأول بي التكست بوك بسج قطع الكتاب عندي ست أسئلة لازم نجاوب على خمسة رح نطوي الدفتر بهذا الشكل على ما دي يكون عندي الخط مرتب The most important quality for the interpreter هنا عندي سؤال على قطعة الانتربريتر المترجم سميرا المحمود The most important quality بمعنى المؤهلات للمترجم الجيد عندي ثلاث مؤهلات طلاب طبعاً أول شي رح نجي أكتب واحد هذا التعداد مع السؤال الأول عندي ثلاث مؤهلات أولاً remain calm remain calm under pressure under pressure طبعاً جوابك لازم يكون بالقلم الرصاص فقط ثانياً to think fast قادر على التفكير بسرعة ثالث مؤهل أنه convey the sense يوصل للإحساس convey the sense هذا السؤال الأول انتهنا من عنده نجع على السؤال الثاني When there has been a crime the police officer need to look for evidence هنا عندي كلمة crime الجريمة إذن هذه قطعة ال police officer duty واجبات رجال الشرطة يقول عندما يكون هناك جريمة باليونت الثاني هذه القطعة for the evidence يبحثون عن evidence evidence يعني أدلة يبحثون عن أدلة like dash and dash راح نقول له like fingerprint اللي هي بصمات الأصبع fingerprint and foot print بصمات الأصبع وبصمات القدم انتهنا من هذا السؤال الثاني طبعاً لازم تترك مجال بين سطر وسطر حتى يكون الجواب مرتب number three what did Mustafa's mother suffer from هنا عندي كلمة سفر يعاني هذه القطعة ما اللطيفة what did Mustafa's mother suffer from مما تعاني تقول لي مصطفاز مصطفاز ماذا ماذا from diabetes انتهي هنا من السؤال الثالث ننزل سطر number four can radar gun take pictures هذه هنا سؤال على قطعة الرادار سؤال يبدأ فعل مساعد انتبه الطلاب اذا لقيت سؤال يبدأ فعل مساعد رأسا نجر لي خط H يكتب لي yes أو no حتى نتأكد من عنده قطعة الرادار يقول can radar gun take pictures مو كل الرادارات تأخذ pictures فراح نقول لي yes some some can number five six dolphins قطعة زيت طارق fit the shark made a lot of noise protected طارق six dolphins protected طارق اجي اكتب number five اختياري هو C والافضل الاختيار هو C والافضل انه تكتبه للاختيار protected طارق حتى يكون جوابك نموذجي الافضل انه تكتب يعني نكتب الاختيار protected طارق the last one what is the radar detector ما هو كاشف الرادار طبعا هذا السؤال انت لازم تجاوب على خمسة عندك نقطة ترك انا راح نجاوب هنا على ستتهن what is radar detector radar detector radar detector is a machine machine اللي هو الجهازة والآلة is a machine that is used to to detect radar radar gone radar speed gone ننتقل لسؤال الثاني اللي هو grammar do as required بالوزارة هذا السؤال تجعلي 12 نقطة تجاوب على عشرة بس بنص السنة راح يكون عندك عشر نقاط تجاوب على ثمانية لانه علي 16 ما ننسى درجة الشفاهي بنص السنة يكون عندي عشرين درجة على الشفاهي بس بالوزارة يكون هذا من عشرين فبنص السنة راح يكون سؤال القواعد من 16 نجح على number one keep your passport in safe place give advice ترتيب الدفتر طلاب راح نكتب هنا question two question two a okay ونبدي جملة جملة نحلها بين سطر و سطر يريد من عندي give advice الadvise اللي هو موضوع النصيحة اش راح اقول لها بالadvise راح اقول له you should you should keep واكمل الجملة you should keep your passport in safe place النقطة الثانية she not talk so much but now she never stop talking used to هنا يريد من عندي قاعدة used to with the present or past symbol راح اجي اترك سطر اكتب ثانيا جملة من في طلاب not talk فاش راح يكون عندي she didn't she didn't use to talk هذا الجزء الاول من الجملة انتهيت من عندها حطيت درجة بجيبي اجعل الجزء الثاني من الجملة but now لاحظ هنا عندي now لانه الظرف يعني الزمن مالاتها present symbol ما راح يكون past symbol شعندي فاعل شي مفرد اذا ال stop راح تكون stops احط لها s لانه زمن مضارع بسيط والفاعل مفرد she didn't used to talk so much اكمل الجملة but now she never stops talking number three dash get them tested once a year use an imperative to give advice هنا موضوع الوصائل العشرة الامبراتف الامر ليعطاء النصيحة get them tested once a year راح يكون عندي الامر look 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 after your eyes look after your eyes هذا الامبراتف اللي هو مفتاح الحال عندي get them tested once a year عندي one سير هم مفتاح الحال number four what would you buy لاحظ هنا عندي جملة شرطية would و مجرد مجرد اذا هذي second اجي اكتب على الورقة مع الامتحان second if you win a million pounds بال second conditional طلاب قلنا ثلاث خطوات للحل اول شي راح احدد النوع الحالة حددناها هي second لانه عندي وده مجرد ثانيا عبارة if بال second conditional تكون ماضي بسيط الخطوة الثالثة شنو الماضي ما الwin هو won اجي انزل الفعل won number five i asked صعب how do you start your business reported the question سؤال منقول خطوات الحل بالسؤال المنقول انزل عبارة asked i asked صعب انزلها مثل ما هي i asked صعب عندي اداة سؤال how راح استخدمها كادات ربط ال do يلنا تحذف عند الحل will you will your تحول you will your تحول you وصعب يعني ضمير ما تهم مش راح يكون راح يرجع لي الى ضمير فاعل هو he how he will start راح اصير started لانو راح احاولها الى الماضي started اليوم راح تتحول الى his how he started his business سادسا get up early show necessity the necessity اللي هي الضرورة show necessity للضرورة عندي عدة تعابر you need to you have to you must ورح نستخدم you must you must get up early okay number seven number seven my father asked someone to fix the computer rewrite the sentence use the correct form of get هذا الموضوع الكوستفير بالعبارات السببية والأفعال السببية my father asked someone to قلنا هذه تحذف عند الحل my father هو هذا صاحب العلاقة راح نزل الفاعل my father وبعدين راح أستخدم الادات اللي هي got وبعد ال got لازم يكون عندي object اللي هو the computer the computer وبعد ال object لازم يكون عندي تصريف ثالث للفعل هو fix راح يكون fixed أضيف له ed number eight ثامنا I saw a very dash excite film use the suitable adjective excite هنا طلابي جدي صفة اوكي وعندي film غير عاقل إذن excite لازم تكون لازم تكون exciting أضيف لها ing للصفة موضوع صفات ال-ed وال-ing باليونت الأول exciting number nine unfortunately I 83 bars of chocolate that's why I felt sick regret regret اللي هو موضوع الندم حدرني بأداة I wish خطوات الحل راح أحذف unfortunately وأحذف الجزء الثاني من الجملة راح أباوع على الجملة هل هي مثبتة نعم مثبتة إذن أستخدموا إياها hadn't أول شي راح أنزل أداة ال regret اللي هي I wish I wish والفاعل اللي هو I hadn't والتصريف الثالث لل-eight هو eaten وأكمل الجملة I wish I hadn't eaten three bars of chocolate number ten define a tour guide define بمعنى عرف موضوع التعريف اللي موجود بيونت 3 lesson 1 define a tour guide use show tourist around إذن هو هنا نطعني الوظيفة ماتة شو راح أسوي خطوات الحال أول شي أنزل صاحب المهنة number ten a tour guide a tour guide a tour guide is someone who هذا هنا حصلت درجة someone who والوظيفة ماتة هو شنو ناطين ياها بين قوسين show tourist around راح نحط لها أس الشخص الثالث shows tourist around بعد ما انتهينا من السؤال الثاني A القواعد نجي على السؤال الثاني B قواعد على شكل choose راح نجي أولا you don't have or needn't to give me a left I'll take a taxi لاحظة هنا أكل وفا صغيرونة عندي بعد القوس to طبعا هذه الأداتي أن هي عدم ضرورة not necessity don't have لو needn't go needn't طلاب لازم يجي وراها مجرد مباشرة بدون to فإذن هنا الاختيار راح يكون عندي don't have don't have little هو يستخدم لغير المعدود فراح أقول له a little a little time number three if I had passed the test لاحظة هنا عندي had past إذن هذي يا حالة هذه حالة ثالثة third third conditional جواب الشرط لازم شي يكون عندي would become لو would have become بالthird conditional جواب الشرط لازم يكون عندي would have تصريف ثالث إذن اختياري راح يكون would have become number four the story was beautiful or beautifully written شعندي ورا القوس الطلاب written هذا verb فعل عندي الصفات full وظروف fully قلنا الصفات لوصف الأسماء والظروف لوصف الأفعال هنا لأنه عندي فعل إذن راح أختار له الظروف fully فراح أقول له beautifully 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 written number five the red signal made him stop or stopped هنا على فعال السببية إذا كانت عندي made لازم تاخذ المجرد ال stop فراح أنزل number five stop مجرد the last one this book is very bored or boring صفات ال-ED وال-ING قلنا صفات ال-ING تستخدم لوصف الشيء الغير عاقل بس صفات ال-ED لوصف الشعور إذن هنا لأنه عندي book غير عاقل فراح أقول this the book is very boring راح أنزل الصفة boring السؤال الثالث راح يكون عندي ثلاثة أفرع بي vocabulary will match or choose and spelling نجح على السؤال الثالث A vocabulary لإسقاطات question 3 A راح نجي نسقط الكلمات three four five لاحظ هذا السؤال الثالث ما بيترك يعني خمس نقاط لازم تجاوبها كاملة أول مفردة عندي هي sneeze sneeze بunit one بمعنى يعطس architect architect بunit three اللي هو المهندس المعماري pain الم هذا بunit one lesson one sick sick هنا بمعنى يتقي witness اللي هو الشاهد هذا بunit two title العنوان هذا بunit three hurts يؤلم هذا بunit one lesson one the police spoke to a dash who said she had been she had seen him steal the items إذن يقول لك the police spoke to الما تحدثوا البوليس تحدثوا إلى ال witness إلى الشاهد طبعا لمن السقط طلاب لاحظ أنه الإسقاط اللي السقطة أحذفه على مدلة ترجع لها مرة ثانية witness number two what is your dash is it mrs or miss or doctor هنا رح يكون عندي title أجا سقط كلمة title number three who designed design بمعنى يصمم who designed that amazing building my uncle he is famous dash you know design اللي هو يصمم من اللي يصمم هذه البناية my uncle he is a famous architect أسقط كلمة architect number four he was three times in the night I think the food at the restaurant wasn't fresh fresh بمعنى طازج لم يكن طازج إذن he was sick three times he was sick three times the last one have you got a cold no I always dash when I put pepper on my nose الpepper اللي هو الفلفل لما أضع فلفل على طعامي I sneeze أسقط كلمة sneeze وهنا رح يكون عندك عشر درجات فرع بي رح يكون ماتش طبعا صيغة مثالة فرع بي اما ماتش أو choose بس يكون الخوز مفردات رح نجعل ماتش فرع بي نجي نكتب بي one two three four five six طبعا هنا عندك نقطة تاريخ زايدة طريقة الحل سؤال الماتش طلاب اتوصل للرقم مع الحرف مثلا عندي lose consciousness consciousness اللي هو الوعي يفقد الوعي ورح أوصلها cold low faint dispose of without success yearly accord رح أوصلها we'll faint فرح أجي أكتب واحد be one be to know avail to know avail بمعنى دون جدوى رح أوصلها لل d without success هما نلاحظ لازم تشطب to d number three happened happened وقع أو حصل مراد في مالتها هو accord أوصلها لل through away through away بمعنى يرمي أو يتخلص من مثلا هذه الجملة معرفة تاني رح أتركها وانتقل على الجملة البعدها اللي هي ال annual annual هذه موجودة بالقطعة مال لطيفة مال سميرة المحمود هو yearly فرح أجي على الخامسة yearly أوصلها لل a أوصلها لل طبعا عندك نقطة تارك يعني لازم تنتبه لهذا السؤال أكون نقطة تارك أنت محترف بين alerted أوكي و number four اللي هو through away بقتل called و dispose of خلنا نفرض أنت تركت الخامسة إذن alerted المرادف رح يكون هو called a فإحنا حتى نحلها يكون الحل عندك كامل أنت أي نقطة تريد تترك تتركها فرح يكون the true أو a هو dispose of يتخلص من سؤال الثالث فرع c رح يكون spelling عليه خمس درجات أول شي the abbreviation of company is هنا رائد من عندي ال abbreviation نحن تعلمنا على صيغة ال abbreviation اللي هي الاختصارات الاختصار ما الكلمة company هو أجي أكتب له co dot number two the past tense of cut الماضي لكلمة cut هو شنوه طبعا هذا الكت فعل جامد الماضي ماته هو cut number three polite impolite popular هذا ب unit 1 ذن المعاكسات popular طبعا هي تبديلي بال بس هذي شادة ما يصر أقول unpopular هذه السير unpopular unpopular لأنه صفة شادة number four joint in the leg joint بمعنى مفصل مفصل في الساق يبدلي بحرف k سهل جدا هو knee number five eighteen years 18 years ناطين الاختصار كاتب الكلمة الكاملة driving license يريد الكلمة الكاملة هي driving license رخصة القيادة هذا السؤال ملأ أي حرف واحد تروح عليك الدرجة إذا كان خطأ the infinitive infinitive بمعنى المجرد الفعل المجرد لbiten is dash البتن المجرد هو bite يعظم السؤال الرابع طلاب رح يكون الليتريتشار مادة الأدب السؤال الرابع الأدب الليتريتشار علي عشر درجات عندك ست نقاط الجواب على خمسة محمد الخضير hasn't won many prizes hasn't won many prizes لم يفوز بعد جواهز أجي أكتب رأسا false number two the swing was written before or after the summer 1967 war شوكت كتبت قبل لو بعد صيف إذن هي after أجي number two after summer 67 the swing is a story written by dash who has born and educated in dash الأرجوحة قصة كتبت بواسطة أجي أكتب اسم الكاتب اللي هو محمد خضير who was born and educated ولده وتعلمه in بصرة number four the two main characters in the swing are dash and dash characters اللي هي الشخصيات شن هي الشخصيات الرئيسية بالأرجوحة ستار and حليمة محمد خضير short story translated translated بمعنى ترجمة ترجمة ثلاث لغات english french and russian هو نعطيني الانجليش فأجي أكتب french and russian the last one the visitor الزائر اللي هو نفسه ستار describe the child father as smoke or water وصفها as smoke وصفها بالدخان السؤال الخامس الأخير رح يكون عندي writing الانشاء عندي انشاء تختار واحد من هذه الانشاءات essa مغلق شخصية ترجمة ثلاث لإشارات ورشغر ترجمة نانسي الموسيقى